معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسد لمعرفة مزيد من التطورات طبعا حول هذه القوى الأمنية وأيضا مستقبل العمل الأمني الذي يأتي طبعا ردا على كل تطورات بالنسبة لتنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الأخرى إليك حيدر بالفعل ماجد هذه القوى هي قوى مؤلفة من فوجين من الشرطة الاتحادية وصلت إلى محافظة ذيقار وقبل قليل أيضا وصل قاسم الأعراجي على رئيس وفد رفيع أمني رفيع إلى هذه المحافظة لضبط الوضع والأمن في هذه المحافظة وإدارتها قاسم الأعراجي مكلف بحسب ما ورد إلينا أو وصل إلينا مكلف من قبل رئيس الوزراء بإدارة ملف هذه المحافظة على اعتبار أن هذه المحافظة ماجد لم تهدأ ولم يهدأ فيها التوتر منذ عام تقريبا منذ انتفاضة أكتوبر وبالتالي جاءت الصدامات التي حصلت بين المتظاهر أكتوبر وبين أتباع التيار الصدري لتكشف حقيقة أن هذه المحافظة بحاجة إلى إدارة خاصة بحاجة إلى توجه أمني وتوجه أيضا سياسي وتوجه اجتماع وتوجه خدماتي لحل مشكلة هذه المحافظة أيضا في المقابل كانت هناك ردود أفعال سياسية أبرز ردود الأفعال على الصدامات التي حصلت كان قد صدر من ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي دعا فيها الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وأن هذا الصدام هو أمر مرفوض على اعتبار أن الجميع يخشى أن يجر هذا الصدام البلاد إلى حرب أهلية أو على الأقل حرب شيعية شيعية في مناطق جنوب العراق طيب أشكرك كان معين بغداد مراسلنا حيدر الأسدي ترجمة نانسي قنقر